مرحباً بكم في الوحدة 6 من الدورات التدريبية للتواصل في حالة المخاطر. سيتضمن هذا التدريب دراسة مواد التبييد والتطهير الكيميائية وغيرها من مركبات الكلور. سنراجع أثناء دراسة هذه الوحدة المخاطر المتعلقة بالتعرض لهايبوكلورايت السوديوم وغيره من المطاهرات الأخرى التي تحتوي على مادة الكلور. تم إصدار هذه المادة برقم منحة SH05046SH8 من إدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة العمل الأمريكية. وهي لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات وزارة العمل الأمريكية، ولا يشير ذكر الأسماء التجارية أو المنتجات التجارية أو الشركات إلى تصديق الحكومة الأمريكية عليها. تعد مواد التبييد هي الأكثر شيوعاً من بين مواد التنظيف المكونة من الكلور والمستخدمة في كل من الأجواء المنزلية والصناعات. وهي زهيدة الثمن ومتوفرة بسهولة. تتألف مواد التبييد التجارية من مزيج من هيبوكلوريت السوديوم والماء بتركيزات مختلفة، لذا ينبغي التحقق من ورقة بيانات السلامة لاستخدام منتج محدد. تعمل مواد التبييد والمنظفات التي تحتوي على الكلور على قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات، لكن ينبغي استخدامها وفق تركيزات محددة على الرغم من ذلك. سيقوم صاحب العمل بتقديم تعليمات حول كيفية الحصول على هذه التركيزات. ينبغي تحضير محاليل التبييد يومياً، نظراً لأنها تتحلل سريعاً بمرور الوقت. يجب على صاحب العمل إبلاغك بموادح استخدام مواد التبييد وتركيزاتها المستخدمة عند كل موضع. تمتاز مركبات الكلور بنطاق واسع من التركيزات، وتتطلب وقت تلامس يتراوح ما بين 1 إلى 10 دقائق، وينبغي على المشرف إبلاغك بالتركيز الصحيح المستخدم في مكان عملك. تنتج مادة الهايبوكلورايت، وهو الملح الكيميائي لحمض الهايبوكلوروس عندما يتم مزج الكلور بالبوتاسيوم أو السوديوم أو الكالسيوم. تعبر صورة التوضيحية لأنابيب الاختبار التي يتم سكبها على اليد والسطح عن التآكل. تشير هذه المواد إلى أن المادة الكيميائية قد تتسبب في تلف العين أو تأكل الجلد أو حرقه، وقد تتسبب في الإضرار ببعض المعادن. من الأهمية بمكان أن يتحقق كل من يقوم بتحضير أو استخدام هذه المركبات من الحصول على قدر مناسب من درجة الحمودة، حمض أو مادة كاوية، ومستويات التركيز المئوية من الكلور. نظراً لما تتسبب فيه الخلائط التي تم إنتاجها بصورة غير صحيحة في مخاطر تهيج العين والجلد، بل وقد تكون مميتة إذا تم مجزها بمادة كيميائية غير متوافقة. من الضروري ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الخلائط المكونة من الكلور. قد تتسبب جميع خلائط الكلور في إنتاج غاز كاوين يسبب تهيجاً إذا تم تسخينه إلى درجة حرارة تتجاوز 115 درجة فهرنهايت، مما قد يتسبب في مخاطر فورية على صحة وسلامة الموظف. يستخدم غاز الكلور أيضاً في تنظيف أنابي بمعالجة الطعام، أنظمة مغلقة. يعرف أيضاً باسم التنظيف في المكان أو CIP، ويشير إلى أنها لا تنفك أو تنفصل، ولكن يتم تنظيفها في مكانها دون تعرض أحد من الموظفين. يعد غاز الكلور غازاً ساماً ذو بخار أخضر مصفر. تتمثل أحد ميزات المواد الكيميائية المكونة من الكلور في كونها مواد تعقيم فعالة في تنظيف الأسطح، خاصة أسطح الفولاذ غير القابل للصدأ الذي يلامس الطعام. إلا أنها تفقد فاعليتها إذا اختلطت بمواد عضوية، أي التعام والدم. لذا يعد تنظيف الأسطح الملوثة بشدة أمراً هاماً قبل الإتيان بخطوة التطهير. وعلى أي حال، تشمل عيوبها ضرورة أن يكون الخليط التركيز صحيحاً ومناسباً للسطح. وبحسب إرشادات جهة التصنيع، قد تكون هذه المواد كاوية بدرجة كبيرة إذا مزجت وفق تركيزات ونسب غير صحيحة. تذكر إمكانية إنتاج غاز الكلور السام والكاوي، والذي قد يتسبب في الوفاة حال استنشاقه نتيجة لتسخين المواد الكيميائية المكونة من الكلور فوق 115 درجة فهرانهايت. تتعرض المطهرات المكونة في الأساس من الكلور لفقدان خصائص التطهير التي تمتاز بها مع مرور الوقت، نتيجة لتعرضها للحرارة والدوء. ينبغي على صاحب العمل التحقق من مطابقة موادع التخزين لمتطلبات تخزين المواد الكيميائية. وكما أشير في الشريحة السابقة، يبطل مفعول مركبات الكلور بواسطة المواد العضوية، أي الطعام والدم. لذلك يلزم عادة الإتيان بخطوة تنظيف مبدئي للأسطح الملوثة بشدة قبل الإتيان بخطوة التطهير، الخطوة الثانية للتنظيف. يجب على صاحب العمل إبلاغك بمواضع استخدام مواد التبييد أو أي مواد كيميائية أخرى تتألف في الأساس من الكلور وتركيزاتها المستخدمة عند كل موضع. وبالرغم من توافر مواد التبييد بسهولة ويسر وبسعر زهيد، إلا أن لها عيباً خطيراً. واحد، فهي لا تتوافق مع الكثير من المواد الكيميائية الأخرى، مثل الأمونيا والأحماضي وفوق أكسيد الهايدروجين وبعض المذيبات العضوية وبعض المعادن. اثنان، تنجم غازات سامة عن مزج مواد التبييد بالأمونيا، وقد يحدث التفاعل إطلاق الغاز بعنف. ثلاثة، يتحرر غاز الكلور عند مزج مواد التبييد بالحمض. قد تتسبب الأحماض بما في ذلك الخل وغيره من الأحماض الصناعية في حدوث هذا التفاعل. ينتج الكلور وغيره من الغازات السامة عن تفاعل مواد التبييد من الأحماض والأمونيا، وينبغي تفادي حدوث ذلك في جميع الأوقات. قتل عدد من الموظفين نتيجة لاستنشاق الغازات السامة الناجمة عن مزج مواد التبييد بطريقة خاطئة مع مواد كيميائية غير متوافقة. تعد ورقة بيانات السلامة المصدر الأمثل للتعرف على المواد الكيميائية غير المتوافقة مع مواد التبييد. ما هي المخاطر الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض لمواد التبييد والمواد الكيميائية المكونة من الكلور؟ تمتاز المادة الكيميائية بأنها كاوية بدرجة ضئيلة، وقد تتسبب في تهيج العين. يجب غسل العينين على الفور وشطفهما إذا لا مساء أي من هذه المواد الكيميائية. يتأثر الجهاز التنفسي أيضاً بالمواد الكيميائية المكونة من الكلور، وقد تتسبب في السعال والشعور بلسع ووخزن. قد تتسبب في تهيج وحرق الجلد أيضاً. وأخيراً، ينبغي إبلاغ المشرف أو ممثل الموظفين على الفور في حالة الإصابة بأعراض التعب والشعور بعدم الراحة أثناء التعامل مع المواد المكونة من الكلور أو التواجد في محيطها. من حقيقة أن تعمل في بيئة خالية من المخاطر المعترف بها، وأنت محمي من قبل هيئة الصحة والسلامة المهانية عند إبلاغك عن المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة. شكر خاص لخدمات الترجمة المقدمة من EVS.